استضاف عدد من مسؤول مجلس الوزراء مساء اليوم وفدا ضم مجموعة من مساعد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي يزور مصر حاليا وخلال اللقاء تم إطلاع الوفد على تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة واستعرض لاجتماع العناصر الرئيسية للمبادرة وما تتضمنه من تدخلات تنموية ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر ومن جانبهم أثناء وفد مساعد أعضاء الكونغرس على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية حياة كريمة من منظور تنموي شامل لكرة الريف المصري